دايما بنشوف تجاوزات من الصحفيين في عزة الفنانين وفنانين كتير اشتكوا من عدم احترام الصحفيين لموقف أهل المتوفي ودل حصل بالزبط في جنازة الفنان صلاح السعدني ودايما ابنه أحمد السعدني بيشتكمل موضوع عدم المهنية اللي بيحصل في جنازات الفنانين وبيكتب منشدات كتيرة لأشرف زاكي نقيب المعنى التمثيلية يطلب منه التدخل علشان كده لم حصل نفس الكلام فعزة والده مقدرش يتملك أعصابه بسبب الزحمة وتصميم الصحفيين على أغضي تصريحات صحفية منه يكتبوها في منشدات وانتشر فيديو لأحمد السعدني وهو متعصب وبيشتم أحد الصحفيين وهنا نقابة المعنى التمثيلية أصدرت بيان بمنع التغطية الإعلامية لعزر راحل صلاح السعدني بعد ما انفعل ابنه على أحد الصحفيين في الجنازة وحصل خلاف كبير بالأشرف زاكي والكاتب الصحفي محمد الباز اللي طالب أشرف زاكي بالاعتذار للصحفيين بعد البيان اللي أصدرته النقابة وقال خلال مدخلة هاتفية بأحد البرامج البيان اللي أصدرته النقابة بيثير الفتنة وعيب التعامل مع الإعلام المصري والصحافة المصرية بالشكل ده من غير دراية منهم باللي بيحصل على أرض الواقع وتابع محمد الباز احنا عندنا بلاء اسم صحافة السوشيال ميديا واليوتيوبرز والتاكتوكرز وكل الاختراعات دي ناس عاملة صفحات خاصة بيروح وياخدوا لقطات يعملوا بيها مشاهدات العزة مش فرح علشان تعزم فيه اللي انت عايزه صلاح السعداني مش ملك عائلته وهو ملك جمهوره ومحبيه والبيان لا يليق ومهين جدا ومتعالي وعن ضوابط تغطية الجنازات فقال محمد الباز الضوابط موجودة أنا صحة فيه ماسك الكاميرا وفيه نجم طالع من العزة لو عاوز يتكلم على دماغي لو مش عاوزنا فيش مشكلة دي طبيعة وظيفة الإعلام وانا ضد التجاوزات والدكتور أشرف زكي مدين باعتذار للصحفيين ورد عليه أشرف زكي في مداخلة تلفزيونية برضو وقال أولا البيان مش من عائلة السعداني البيان من عندي في النقابة وإحنا عارفين بنعمل إيه ليه الأستاذ محمد الباز أخذ الكلام على الصحفيين وتابع يا دكتور محمد كان أولى تواجه كلامك للي بيغلط وللموت حرمة وإحنا مش مستنيين درس في الأخلاق من حضرتك إحنا سدزة جمعة وأنا أطلبه هو بالاعتذار إنت بتعمل فتنة ليه إذا كان نقيب الصحفيين نفسه كلمني واختتم أشرف زكي كلامه وقال لازم نقابة الصحفيين تواجه الفتنة المندسة تحت شعار صحفيين وإنت بدل ما تعزين نفوفات قامة كبيرة زي صلاح السعداني تتريق علينا بس بعد الكلام ده بيوم فعلا أشرف زكي اعتذر للصحفيين وقال كل الاحترام والتقدير للصحفيين مصر هما جزء مننا وإحنا جزء منهم وإحنا الاتنين وجهين لعملة واحدة وأضاف إنه تواصل مع نقيب الصحفيين وإن مشكلتنا مع منتحلين صفة الصحافة اللي بيرتكبوا انتهاكات وفرضت نفسي على أحمد السعداني في البيت وهو في حالة نفسية سيئة وأكد إن مثيري أزمة عزة صلاح السعداني مش صحفيين أصلا وتابع أشرف زكي الناس بطلت تروح العزاءات والجنازات بسبب التحرش بهم ومشهد عزة صلاح السعداني كان كبير جدا بسبب منعنا حضور الصحفيين وده اللي شجع الفنانين على الحضور وعلى هامش الخلافات دي انبارح اجتمع نقيب الصحفيين مع نقيب الممثلين واقترحوا إن يكون في شركة خاصة تنظم عمليات وجود الصحفيين في الجنازات مع وجود أكواد لضبط الأداء المهني وقال نقيب الصحفيين إن الاجتماع جيل الحرص على مصالح جميع الأطراف ما تنسوش الاشتراك علشان نعرف الجديد مع بعض